الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعد احنا في شهر كريم مبارك الحقيقة من قبيل الأخلاق ومن قبيل السلوك الحسن ومن قبيل أن أحصل المعنى الحقيقي المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثته بأتم مصالح الأخلاق سلوكنا تجاه الأئمة اللي بيصلوا بنا التراويح يا حبيبي في الله أنا وحضرتك طبعا مش كل اللي بيسمعونا أكيد في ناس من اللي بيسمعونا للوقتي أفاضل هم أئمة يعني لكن أنا عايز أقول كل اللي ما بيصليش بالناس إمام يتفضل علينا بأخلاق طيبة ويدعو لهذا الإمام ادعي له بالتوفيق ادعي له بالسبات ادعي له بالإخلاص علشان دا لو ربنا كرمه إن شاء الله هيفيد المسجد كله لما يسمعوا من القرآن من واحد ثابت واحد مخلص واحد متقن لكن ولكن دي حطة تحتها كذا خط عايز أقول لحضرتك لكن أحيانا بل كثيرا من الناس بيغلطوا وبيروحوا المساجد وهو حاطط عنوان عنده إحنا هنقيم الإمام إحنا رايحين نحكم على الإمام رايحين نشوف الإمام دا مستوعة من إيه في القراءة وفي الأداء هيغلط ولا مش هيغلط بص يا حبيبي في الله الإمام دا قعد طول اليوم طول اليوم نحسبه على خير بيراجع علشان الساعة اللي هيقف يصلي بيها بحضرتك إمام وطول اليوم شبه كثير من الأئمة الحقيقة في رمضان شبه بياخد أجازة من شغله علشان يعرف يراجع ويبقى يجمع كتاب الله جمعا صحيحا ويقف على المتشابهات علشان ما يغلطش وهو بيصلي من حفظه بحضرتك وأنا الترويح إيه كمان ييجي في الفطار مسكين عايز يفطر فطار خفيف عشان يتخفف عشان الأداء بتاعه يبقى جيد إيه كمان يروح أين بسرعة علشان يدخل يتوضق وضوء كويس ويسبق الوضوء ويقدر رايح جاهز جسمانيا وزهنيا ونفسيا ويروح المسجد بدري الإمام اللي بيعمل كل الكلام دا نقول له جزاك الله عننا كل خير إحنا إن شاء الله هندعو لك إن ربنا يوفقك ويبارك لك في وقتك ويبارك لك في عقلك في عقلك ويبارك لك في حفظك ما نعودش إحنا بقى نقادين إحنا عادينا رفعين الراية كده نحكم على الإمام دا يا ترى غلط يا ترى لأ يا ترى صوته وحش يا ترى صوته حلو واقف كويس مش واقف كويس لابس جلبية ولا مش لابس جلبية عامل إيه شكله عامل إيه لا يا حبيبي في اللي إحنا مش عايزين يكون الجو دا اللي بنا إحنا عايزين حتى لو أنت عندك ملاحظة وعايز تنصح هذا الإمام نصيحة إحنا عايزين إنما بعثت معلماً ميسراً لا معنتاً ولا متعنتاً تعرف الحديث دا كان إيه مناسبته إنما بعثت معلماً ميسراً لا معنتاً ولا متعنتاً هو الأول معنى إيه؟ معنى حضرتك أن بعثت النبي عليه الصلاة والسلام من أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه هو معلم بيويسر على الناس طريق الخير ويويسر على الناس تلقي الشرع بيعلمهم وكمان إيه هو بيعلمهم الأمور بشكل فيه تيسير ليس فيه تعنيت يعني لما يجي ينصح الناس ويعلم الناس صلى الله مع إنه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم مهما قال للناس كلامه حلو ومستمتع به وما فيش فيه أي مشاكل ومع ذلك قال الله عز وجل له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظاً قلبي لنفضوا من حولك الكلام ده المين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بلك أنا أنا آسف سمحني وحضرتك وقفين وراء الراجل المسكين اللي بيصلي بينا وتعبان طول الـ 24 ساعة عشان يقضى يجي يقف الساعة دي عشان خطرنا وبشكل فيه غلظة وبشكل فيه تعند وبشكل فيه تطفش لدرقة أننا بشوف أئمة بيسيبوا المساجد بسبب نقد من نقادهم من المصليين محتاجين أيها الأحباب أن نري الله تبارك وتعالى في هذا الشهر من أخلاقنا خيراً اتباعاً للنبي عليه الصلاة والسلام وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة